وجه صندوق النقد الدولي رسالة شديدة لهجة إلى المسؤولين اللبنانيين بضرورة الاستعجال بالقرار أو بإقرار القوانين والإصلاحات للتوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة لبنان ونقلت مصادر مطلعة لرؤية أن وفد الصندوق الدولي الذي يزور لبنان حاليا نقل استياءه لرئيس المجلس النيابي نبيه بري من فشل البرلمان إقرار موازنة العام 2022 بالرغم من انقضاء العام تقريبا وأضاف المصدر أن الصندوق حذر من إضاعة لبنان من الفرص المتاحة أمامه من بينها الاتفاق مع البنك الدولي لإمداد لبنان بالكهرباء من الأردن